رئيس الحكومة في حوار تلفزيوني قال بأن برنامج انطلاقة حقق نسبة نجاح وصلت لـ 90% وبأنه خلق 26 ألف منصب شغل مباشر كيف تنظر لهذه الأرقام؟ وهل بالفعل تعزز انطلاقة انطلاقة خلال السنة المالية الحالية؟ محمد جدري فيما يتعلق ببرنامج انطلاقة في هذه الثلاث سنوات الأخيرة أعتقد أن المبادرجات مبادرجية مبادرجية بحيث أن العدد منها هو أن نعطيه فرصة للمجموعة من الشباب لما لديهم إمكانية الولوج إلى التمويل البنكي عن طريق برنامج جديد في نسب الفائدة التي نسبية قليلة تعلق بالشرب القراوي وكذلك الشرب الحضاري لكن للأسف هذا برنامج هذا مواصلات التي قد يلوه في طوال سنة 2020 جاءت الجائحة وتأكثر بالجائحة هذا لا يمنع بأن مجموعة من الشرب المغربة لهم يستخدم هذا برنامج هذا يمكن أن يخلوح مجموعة من القروض التي هي قروض إما صغيرة أو المتوسطة يكتص حفظ مليون الكرام ولكن للأسف اللي وقعت برنامج هذا أو ذا كم جاعت عن طريقة التصريح السيد والي باك المغرب هو أنه كان مشكلة كبيرة للمواكبة 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 على طريقة كفاءات خاصة هذا الفاتفور من الكني المودي للقاع العملات الأقلية من الملكة تلعب الدور ديالها في مواكبة ومتابعة هذا الشيء بهذا لكي لا يكون لديهم محاكس مقاولاتي وكذلك لتعلموا كيف يصبحوا مقاولاتي كيف يقلبوا على طلبية العمومية أو طلبية الأمان على الأخير كيف يجبوا على الوقت بالجوزة الكبيرة لكي يمكن أن يخلقوا طوال الشغل وأنهم يستمروا في الحياة لا يمكن أن يقعوا أن أحد أكبير من هذه المقاولات كان عندهم مشكلة كبيرة في المواكبة والتالي لم يكن أن تنجح في العمل على الأقل في الثالثين الأخيرتين